استمرة هي عملية توزيع السلة الغذائية للمواطنين في كاركوب بموادها الست إضافة إلى مادة الطحين مواطنون أشادوا بتنوع المواد داعين الحكومة ووزارة التجارة إلى الاستمرار بها وزيادتها لو نستلم مواد زايد أحسن من موادنا نخسر بها مثلاً معجن طماتة، فاصلية، الروز لو روز مثلاً أنا أستلم 9 كيلوهات أربع كيلوهات أحسن ما أستلم 12 كيلوهات ما يستفيد بها كل جديد سلات وعاشتي ديكم بارك الله بكم نتمنى من الحكومة أن تهتم بشكل أكبر بموضوع السلة الغذائية والتي تعتبر من أساسيات العيش ونطالب بزيادتها والاستمرار بها أكثر من ألف وكيل للمواد الغذائية في كاركوك استلم مواد السلة الغذائية وعملية توزيعها تجري بشكل إنسيابي لضمان وصولها إلى جميع المواطنين تم تجهيز الوكلاء الموزعين على محافظة كاركوك والأقضية والنواحي التابعة له وبعدد 1051 وكيل بالسلة الغذائية ولاحظنا من خلال متابعتنا وزياراتنا الميدانية للوكلاء الأقبال الهائل والكبير للعوائل باستلام السلة الغذائية ولاحظنا طبعاً توزيع هذه السلة الغذائية لها دور كبير على السوق المحلي وعلى أسار المواد الغذائية نحن استلمنا 6 مواد كاملة فاصولية ولبلبي حمص مجروش وفاصولية وزيت وتمن فأقبال المواطن جيد جداً من جهة أخرى أعلنت الشركة العامة للمواد الغذائية بأنها وعقب نجاح مشروع السلة الغذائية بصدد شمول عائلات الرعاية الاجتماعية بمفردات أكثر وضمن مشروع إنساني جديد نحن باتجاه توفير المواد الغذائية لدور الرعاية الاجتماعية اللي منتشرة في بغداد المحافظات راح نجهز 12 مواد غذائية لعوائل الرعاية الاجتماعية حقيقة هذا مشروع إنساني مشروع وطني مهم أنه اليوم وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من خلال الشركة المستثمرة من غلال الشركة الشريكة في موضوع السلة الغذائية نتجه باتجاه توفير المواد الغذائية لدور الرعاية الاجتماعية ولكبار السن إقبال وارتياح كبير من قبل المواطنين لمشروع السلة الغذائية الجديد والذي سهم بشكل فعال باستقرار الأسعار في الأسواق المحلية رودينور العراقي الإخبارية كاركوك